التاريخية إلى جانب جمع من المصلين حضر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد للشيخ الغزواني صلاة الجمعة وقد تناول الإمام في خطبة الجمعة أهمية الأخوة في الإسلام وحث على ضرورة التمسك بها تماشيا مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف لن يزال هذا البلد بخر ما تعلق بالجذور الأصلية وتبوأت فيه العلوم الشرعية مكانها لا سيما في مدن التأسيس تجديدا لماضي ساطع وعطاء نافع تشهد له هذه الكنوز المعرفية والمخطوطات الموسوعية وقد تناول السيد الداهو السيديو اللعمر طالب عقب أداء صلاة الجمعة مواضع شملت البعدة التاريخية لمدينة تيشيت ودور العلماء الشناقطة في نشر الإسلام هذه المدينة التي ستتشرف اليوم باستقبالكم تأسست سنة 540 هجرية على يدي عالم من أعلام هذه البلاد هو الشريف عبد المومن فقدم لهذه المدينة في هذا التاريخ وبنى هذا المسجد إلى جنب داره ودع الناس وأقبلوا ولبوا دعوته ومن من ساعده ومن أبرز من ساعده في ذلك العلام الحاج عثمان الأنصاري أحد مؤسسين مدينة وادان التاريخية وهما ترافق في طلب العلم على الإمام القاضي عياد رحمة الله عليه ترافق أحياء وترافق أموات فهما بجانب هذا المسجد فخمة رئيس الجمهورية أشرف على انطلاق مسابقة في القرآن والحديث والسنة شارك فيها العديد من طلبة المحاضرة دائب قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي على تنظيمها أذناء أيام المهرجان ترجمة نانسي قنقر